ونبقى في عمان مشاهدينا لنتعرف أكثر على إجراءاتها بعد كل هذا التخفيف في كل القطاعات تقريبا تنضم إلينا من هناك داما الكردي داما كما فهمت من تقريرك هناك يعني عودة شبه طبيعية تقريبا لكل المجالات في الأردن لكن تبقى مخاوف لدى الحكومة الأردنية كيف تترجم الآن من خلال إجراءات السلامة وما هي الخطط المستقبلية لتعامل معها طبعا داليا بالفعل الحكومة الأردنية أعلنت ومن خلال رئيس الوزراء دكتور عمر رزاز عن مصفوفة تتضمن القطاعات التي سيتم فتحها حسب كل مرحلة قسم الأردن إلى خمس مراحل شديدة الخطورة إلى المرحلة الخامسة وهي الأخف والتي فيها فتح جميع القطاعات لازلنا في مرحلة المعتدل الخطورة وهي المرحلة الزرقاء بحسب التقسيم المصفوفة هذه المرحلة تتضمن فتح القطاعات مع الإبقاء على حظر جزئي من الساعة الثانية عشر ليلا وحتى سادسة صباحا بالإضافة إلى الحظر الشامل في حال الحاجة له من جهة ثانية لا زالت هناك بعض القطاعات المغلقة وهي قطاعات قليلة جدا تتضمن المدارس والجامعات ورياض الأطفال المتنزهات والحدائق العامة بالإضافة إلى تنظيم المؤتمرات والحفلات وإغلاق أيضا لازال لبيوت العزاء وصلاة الأفرق ولكن الحكومة تتعامل مع هذه المراحل بحسب الوضع الوبائي وبحسب الالتزام بإجراءات السلامة العامة لازال تشدد في تطبيق الإجراءات فيما يتعلق بارتداء القفزات والكمامة في الأماكن المغلقة التباعد الجسدي ما بين الأشخاص سواء كان في الأماكن المغلقة أو حتى في وسائل النقل العام بالإضافة إلى ضرورة الابتعاد عن الأماكن والتجمعات من جهة ثانية أكدت الحكومة أنه في حال الوصول إلى مراحل متقدمة في تسجيل إصابات أي ما يعني تسجيل عشر إصابات فأكثر محلية لمدة أسبوع سنعود إلى الحظر الشامل والحظر الجزئي وإغلاق بعض القطاعات داليا طيب داما يعني أريد أن أستوضح في قطاع المواصلات العامة تم العمل بنظام 50% وبالتالي هل يتوقع أنه يتم ضخ المزيد من الحافلات لإستيعاب أعداد أكبر؟ لا زالت الحكومة تتعامل مع الحافلات الموجودة الآن ضمن 50% هناك احتجاج بالتأكيد من بعض أصحاب الأصفر وخاصة بأنه وسيلة نقل صغيرة ما يعني بأن عدد أكثر من شخصين سيتم خالفة الحافلة وإيقاف صاحبها ودفع غرامة الحكومة تتعامل مع هذا الأمر كأمر مهم جدا من أجل ضمان التباعد الجسدي ما بين الأشخاص ولازالت أيضا في وسائل النقل العام 50% إلا باس عمان الذي تم إطلاقه العام الماضي للأشخاص ذوي الدخل المتوسط والمحدود بنسبة إشغال 60% الوسائل النقل العام أكدت لجنة الأوبئة بأنه فرصة لنقل الفيروس بشكل كبير لذا فإن التأكيد على نسبة الإشغال 50% أو 60% لازال هذا القرار هو المطبق على الرغم من احتجاج بعض الأصحاب الوسائل النقل العام بالخسائر التي لحقتهم جراء هذا القرار ولكن أكدت الحكومة بأن أي خسائر مادية هي ليست بذات الأهمية في مقابل الحفاظ على صحة وسلامة المواطن الأردني نتمنى كل السلامة لكل الشعب الأردني أشكرك جزيلا من عمان زميلتنا داما الكردي شكرا داما شكرا